بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحباء في الله لقاء جديد حلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة النهاردة أيها الأحبة في الله هتتناول وسائل غير تقليدية في علاج الآلم يعني إيه وسائل غير تقليدية في علاج الآلم يعني المريض اللي بيتقلم هيمتنع عن مش هيمتنع بس هيمتنع وسيلة غير الأقراص والحؤن والمواد الكيمائية اللي ممكن تخفف له الوجع يعني النهاردة هنتكلم عن وسائل طبيعية لتخفيف الآلم عرفنا الآلم زمان قلنا هو شعور شخصي يعني محدش يحس بألمك غير كنت شعور شخصي بإحساس متعب إحساس سيء مش إحساس حلو يعني واحد بيحس بحاجة رسه هو اللي بيحس بها لوحده قبل ما نبدأ هذا الإحساس السيء لابد من عزاء واجب لوفاة أخي وحبيبي الأستاذ صلاح عبد الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدوا في فسيح جناته وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يحشره مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة نحسبهم من الصالحين ولا نزكي على الله أحد ما تخون الأستاذ صلاح عبد الكريم كان بيشتغل في بنك فيصل من الناس اللي كان ليهم دور كبير في الدعوة رعاية الأيتام والأرامل رجل تحدث عن السيرة النبوية وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يحشره مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يورده حوضه يسقيه بيده الشريفة شربه لا يزمق بعدها أبدا اللهم أمين ونقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده واغفر لنا ولاه اللهم أمين نرجع لموضوع الألم زي ما بنقول فيه ألم نفسي أما بنفارق حد من أحبابنا والألم النفسي النبي عليه الصلاة والسلام قال قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول ما يغضب الله ليه مش عايزين نغضب ربنا بكلمة لأن ربنا هو الذي أعطى والذي أخذ وكل شيء عنده بمقدار فلنصبر ولنحتسب الصبر والاحتساب علاج للألم أيوة ليه؟ إن الإنسان اللي بيتألم قد يكون الدواء اللي هيجيبه الدواء ليه أعراض جانبها صعبة جدا أكتر الناس اللي عندهم ألم عظمية مفصلية نجد عندهم التهاب في المعدة والإثنى عشر نجد عندهم ارتجاع في المريء نجد عندهم قرحة طب الناس دي هل جاء هذا نتيجة يعني موازي مع المرض مع الألم المفصدي؟ لا وجهت نتيجة طول مدى استخدام مسكنات طويلة المدى المريض يقولك ما قدرش أمشي ما قدرش أحرك صوابع إيدي ما قدرش أعمل حاجات بيتي غير لما أخد مسكن قوي مسكن قوي مرة على مرة على مرة المعدة وهي بتتفاعل مع المسكن هي شايفة أنه هو يعني مادة غريبة مش ده الطعام مش ده البروتين مش ده الخضروات مش الفواكه ده مش خبز ده مش رز مش حبوب المعدة ما تفهمش أن الأكل هو ده بس أما نجي نديها أرص في أرص المعدة بتنظر لهذا القادم اللي هو الأرص المسكن على أنه جسم غريب تفضل تفرز في أحماض الأحماض دي حمض الهايدروكولوريكي تفرز بكمية كبيرة فأول عرض يبدأ يحصل حموضة زيادة يقول لك أنا سدري مولعة أنا حاسس أنه ما باكن لؤمة وأفالي في بطني الكلام أنا بقوله ليه بإسلوب البسيط السهل عشان المشاهد والمشاهدة اللي بيشوفونا يعرفوا أن ده الإحساس اللي بيحصل فعلا أمش عايز أتكلم يعني آلام تحدث وتقعر في الكلام فكثير من الناس بتبقاش فاهمة لأنا هاتكلم بإسلوب المرضى اللي بنشوفهم في العيادة يقول لك فضلت أخد دواء عشان عندي رماطويد لغاية لما جالي قرحة معدى وإثنى عشر وعملت منظار ولقوا عندي وبقول دوني دواء إبقى أنا كنت داخل بمرض أخرج بمرضين ثلاثة لأن الأعراض الجانبية للدواء كانت شديدة لذلك النهاردة هنتكلم عن نقول أدوية أو علاجات ليس فيها أعراض جانبية دي أول حاجة وجدوا أن أغلب الناس اللي عندهم ألام مزمنة بيصرفوا مبالغ ضخمة على الأدواء المسكنة طبعاً نحن مش بتكلم إيه هيصرف في شهر واثنين وثلاثة لا دا بيصرفوا بسنين يعني لو قعدنا نحسب كده أنا بشتري دواء بكام وأعد أحسب المبلغ هيطلع مبلغ عشرات الألوف بعض الأحيان بعض الأمراض زي المراحل المتأخرة من السرطانات أو ألام السرطان بيصرفوا مئات الألوف عشان الألم ليه؟ إنه لازم ياخد دواء قوي جداً عشان يسكن الواجهة فكان لزاماً إن إحنا نوجد يعني نقول تعريف للوسائل الغير تقليدية للمريض بنبحث عن وسيلة خلال التلاتين سنة الماضية وده يمكن كلام بقى الناس لازم تعرفها اتشغل العالم إنه عايز يوجد وسائل بديلة غير المسكنات المتعارف عليها يعني قالوا المرضى اللي عندهم مثلاً الالتهاب العضل اللي في اللي هو بيسموه الفايبرومالج ده مرض مزمن وإيه يصيب عضلاته وقلنا النقاط اللي بيصيبها والألام اللي بيشكلها طيب عايزين وسيلة غير المسك نوجد لهم حاجة بديلة عن هذا فالعلماء انشغلوا لوضع برامج علاجية بعيداً عن الدواء أول حاجة قالوا من الأشياء اللي بنزيد أنا نستخدم التكنولوجيا الموجهة يعني إيه؟ يعني نجيب برنامج يتحط على الكمبيوتر كده المريض يقعد يتفرج أو يلعب به يخلي تفكير المخ يبعد عن الآلم ودي كان أحد العلماء اللي اكتشف شيء جميل جد إن المخ ما بيفكرش في حاجتين في نفس الوقت يعني لازم مخك يبقى فاضي عشان تفكر في حاجة وذلك يعني اللي شايفيني دلوقتي يقولوا آه أنا فعلاً ما أقدرش أعمل حاجتين وأنا دماغي مشغولة أنا لازم أععد أصف دماغي الأول وبعدين أقدر أعمل مهمة أخرى طيب الموضوع ده إيه؟ العلماء قالوا إيه؟ أما بنخلي التفكير يتوجه إلى جزء معين يعني أفكر وأنا جالس وقدام الجهاز في لعبة معينة أو شكل معين يشغل دماغي ده بيخلي المخ ما يستوعبش إشارات الألم اللي جياله من ظهري أو من كتفي أو من القولون أو من الصلع اللي في دماغي أو من جيوب الأنفية وبالتالي أقدر أشعر بتحسن لأن الألم مش هيوصل للمخ أنا قفلت البوابات بتاعت الألم وشغلتها بجهازها عود ألعب عليه أو أركز في حاجة معينة العلماء وخصوصاً الناس اللي شغالين في البرمجيات عملوا برامج كتيرة جداً تخلي تفكيرك يتحصر في التركيز في اللعبة أو في المهمة اللي بتعملها على النت أو على الكمبيوتر أو على البرنامج وتخلي الألم يقل دي أول جزء سموها البرمجة اللغوية العصبية يبرمج دماغك بشك ما تحسش بالقلم طيب تاني حاجة قالوا جو التمرينات قالوا وجدوا العلماء هنعمل تمرينات معينة وكلمة معينة دي علشان ما يجيش أي واحد يقوم يشلي أوزان وعنده ألم ظهر ولا يعمل القرفصاء وعنده قشونة رجبة لا ده احنا بنختار تمرين يتناسب مع الحالة وذلك بنقول دكتور العلاج الطبيعي هو الأقدر على وصف برنامج التمرينات المناسبة للمريض فيش حد تاني طيب ايه التمرينات اللي هنديها بصفة عامة لأي واحد بيشتكي من الألم أنا عايز أدي المريض دلوقتي اللي قاعد يتفرج علي أو عنده ألم وسائل سهلة بعيدا عن الدواء قالوا أول تمرين هو تمرين شد العضلة في المكان يعني إيه شد العضلة؟ يعني أنا مش أحرك للنفس أنا أعمل كده أخلي العضلة دي بس يتشد كده شايفين أنا بعمل إيه؟ زي واحد يقولك بترقص العضلة أهو أهو عمل أشد عضلة دراعة كده وركز فيها شو أنا بعمل تمرين تمرين ده مش باتني وبافرت لا أنا هي العضلة ساكنة ساقيدي أو رجلي وأشدها كده في مكانها أهو الكاميرا زي ما شايفين أهو جايبة الحركة طبعا دي بتقولوا عليها تمرينات ساكنة ساكنة يعني إيه؟ يعني دون تحريك لمفصل قالوا هذه التمرينات بتقلل الألم بس أعملها بقى إيه؟ لمدة لا تخلى عن خمس دقائق ممكن أستخدم عضلات مختلفة يعني شد العضلة دي أشد دي بس ما فيش حركة يبقى شد العضلة في المكان التمريد الثاني بعض العلماء بتوع الفيسيولوجيا التمرينات قالوا لا الشد في المكان مش كفاية احنا هنعمل تمرينات تسمى تمرينات هوائية أو تمرينات كارديو يعني تمرينات ليه علاقة بالقلب أبرا عن إيه؟ أنه تمرينات تكون متى تعمل بانتظام بسرعة بسيطة بدون أحمال يعني هنعمل كده بس 30 مر وبنفس السرعة أنا ما عملش شوية بسرعة وشوية ببطء لا أنا أبدأ كده بيقولك تدريجيا المخ سيشعر بالاسترخاء ويؤثر على الألم فيوقف إشارات الألم المنبعثة من مصدره اللي هو ألم بقى الظاهر الرجوة إلى المخ فأنا أحس أن الألم قال يبقى ذا نوع تاني من التمرين يبقى التمرينات قلنا أول نوع عملوا تكنولوجيا أجهزا بوص لعبة تشغل دماغنا تاني نوع تمرينات إما تمرين ساكن أو تمرين هوائي أعمل عدات بسيطة كتيرة بس بدون أوزان ما عودش بقى الشيء لوازن وأعمل كده لا دي ممكن تزود الألم دي تاني وسيلة من الوسائل الغير تقلدي الوسيلة التالتة قالوا هيا التأمل أغمض عيني كده أسترخى تأمل بعض الناس هيقولولي يعني تقول لنا يوجا دكتور وكلام بتاع البوزيين لا 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 أنا بقول التأمل ده موجود في دين عبادة من عبادات نحن التأمل طب واحد يقولي طب إزاي الكلام ده هل فيه موجود في القرآن أقول طبعا القرآن ربنا بقول ما فرطنا في الكتاب من شيء والتأمل طالما مفيد أكيد موجود في القرآن طب موجود فيه الآية 191 و91 في صورة آل عمران واحد كده قال لي إذا انت بتقولي الآية يعني كده محفوظة الآية 191 و91 في صورة آل عمران ربنا بقول إن فيه خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الناس بتتفكر بها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فيه خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إيه ده بقى الكلام ده ربنا بقول إن فيه خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فيه ناس صام في كده هيقعد يتأمل خلق السماوات والأرض يبص كده والنجوم المسخرات دي في السماء والأرض يبص الأرض شكلها عاملة ازاي ودلوقتي لو دخل على جوجل يشوف كل الكرة الأرضية ويقرب ويبعد إيه اللي بيحصل ده ده أنا عايز أتأمل يعني العلاج التأملي ده هو أصل في دن بس اللي قولي الألباب الناس اللي عندها قلوب الناس اللي عندها ما بيشغلش نفسه بقى مقطع فيديو وشوف مقتل فلاني الفلاني لا الراقصة الفلاني وتلي بيجري عايز يتفرج لا الصنف اللي احنا نقصوده بهذا اللي عايز يتعالج بعلاج التأمل اللي هو إيه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقولي الألباب آيات بقى معجزات يتفرجوا عليها يقولوا آه سبحان الله شوف الجبال شوف الأنهار شوف البحار شوف السهول شوف الغابات كل دي آه الأرض الأرض مش كلها زي بعض يقعد يقولها شوف هنا الرملة لونها صفراء والرملة هنا لونها حمراء الرملة هنا لونها أبيض شوف عدد الرمال وعدد الجبال وعدد الأنهار وقطرات المطع يقعد يتفكر التفكير ده وجد العلماء بياخد الإنسان إلى مكان بعيد جدا عن الألم يعني الناس اللي نلاقيهم قاعدين كده في ذكر وفي حالة من الاسترخاء هؤلاء الناس اللي قاعد في المسجد يقولها كاعد ولذلك ربنا جعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا جوائز كبيرة الجوائز دي مش عيدة يعني بس ان احنا هناخد أجر الحج والعمرة تمتين لو قاعدنا من صلاة الصبح لغاية الشروق وصلنا على الشروق لا ده عيدة علينا أحمد الفايدة عيدة على جسمنا يعني اللي عنده ألم اهو هيقعد يصلي الفج وبعدين يقعد في مصلاة يذكر ربنا يذكر ربنا مش لازم بسبحان الله الحمد لله ولا إله لله لو حتى بالتفكر في خلق السماء والأرض وبعدين يقوم يصلي أول ما الشروق يجي صلى ركاتين صلاة الضحى وبعدين كده ينام عايز ينام يخرج عايز يخرج بيجد الألم عنده قال طب ربنا ادنا الموضوع ده لي عشان نجربه ونحسه يعني اللي هيجربه مرة يقول إيه ده سبحان الله ما عملت الموضوع ده أنا حسيت باسترخاء جامد أو بعض الناس يقول هنقعد بعد صلاة العصر ما فيش صلاة بعد العصر أنا قعد كده نذكر ربنا شوية بعد العصر اللي يقعد كده وقعد بس فيه مصلاة لذلك بتتنزل الرحمات منها تخفيف الألم على اللي قاعد كده هو مصاب عنده ألم عنده مرض وإحنا بنقول إحنا ندار على وسيلة علاجية والوسيلة دي معتمدة يعني مش بنقول إحنا طبعا طرمنا بنقول معتمدة يعني ايه اتعمل عليها أبحاث علمية كتير جد وجدوا الناس اللي عندهم استرخاء ناس بيحسن عندهم الألم ويحسوش بالألم زي غيرهم اللي شغل نفسه بالعيال والدنيا والأكل والشرب والطاع والغلاء واحد في دوامة هي دوامة ما فيش بييده شيء لكن اللي بييده إنه هو يقعد يتأمل في خلق السموات والأرض يتأمل اختلاف الليل والنهار وبعدين يذكر ربنا بقى وقائم وقاعد وعلى جنبه ويقعدون ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذب النار العلماء وجدوا إيه قالوا إن كلمة ميديتيشن اللي هي التأمل مخصومة هي كلمة لا تينية بتعتمد على الشفاء أو الاسترخاء من أجل الشفاء أو التأمل من أجل الشفاء ده معنى الكلمة طيب الناس اللي هتقعد تتأمل دول عملوا بحاس العلماء وجدوا الناس اللي بيعودوا كده يغمض عينه يسكر ربنا ويسبح وما يشغل نفسه بالدنيا بيحصل عنده زيادة في تدفق الدم للمخ كتير من ولادنا كانوا يسألونا قبل امتحان السنوية العامة أنا عايز حاجة تزود ذاكرتي ستات البيوت أنا بحط الحاجة فين وانساها ناس كبيرة أنا جلق الزهايمر بانس وانت عايز تدفق دم للدماغ أول حاجة الاسترخاء أو التأمل الاسترخائي انت تتأمل وجدوا ان تدفق الدم للمخ نمرة اتنين ضربات القلب بتنتظم الناس اللي بيبقى عنده ايه يقولك فيه دقة بتجيلي كده كل يعني دقة قلب عادية بس فجأة يجيلي دقة كده تخليني حالتخوف وزهر نقول الدقة الزيادة دي انت ممكن اضطراب ضربات القلب ينتظم بموضوع التأمل الاسترخائي وجدوا ايضا بيحصل نقص في التنافس الناس اللي عمدهم مشكلة بقى عنده كتمة صدرية اللي بنسميها عنده حساسية على الصدر او عنده ازمة صدرية او الرب تلاح وسامع مزيك او صفارة في الرئة نقول له لا بدل ما دا و دا و دا وقعد يعمل بقى استرخاء بالتأمل كده في خلق السماوات اتسبح احمد كبر هلل صلي على النبي عليه الصلاة و السلام تجد ان التنفس بدأ يبقى ابطأ بدأ انا ما كنت عمال عمال اتنفس بسرعة لا ارجع تاني المعدل الطبيعي من 16 ل 20 نفس في الدقيقة طب ما دا بكويس يقول لك انا سعة صدر ربنا في كده يشرح لي صدري لذلك بعض الناس وهو قاعد يتأمل لصدره فيه مشكلة بعض العلماء يقولون ايه ياريت يقول رب يشرح لي صدري و يسر لي امري و احلو العقدة من لساني و يبدأ يقولها كده بالترتيب و هو بيتأمل ان ربنا بيديه اتشرح الصد و تيسير الامر و بيحلل عقدة و دا بيفضل الله سبحانه وتعالى و وجدوا ايضا ان ضغط الدم المرتفع بينزل السكر المرتفع بينزل كل دا بالتأمل تقلص العضلات و دا الالم بقى بيتحسن يخف العضلات الشدة اللي قاعد طول النهار متوتر و عضلاته شدة تتخير حسن و وجدوا ان اللي اكتئاب والتوتر و القلق يقله رأس ما بقاش مكتائب ليه بقى لان فيه انواع من التأمل هو التأمل عايز يا الواحد يعمل عايز يضبط النفس بعيد عن المؤسرات الخارجية مش هاجغ النفس بقى بالدنيا و الناس و العيال و المدرسين و المدارس و دخول المدارس و التالي الحاجات دي طبعية عاملة لكن ما خلاش هي اللي تأخذ مساحة كبيرة من تفكيري و من جسمي لا دي حاجات بتتم اوتوماتيك انما التفكير اخليه بقى التوتر و القلق يقل ضبط النفس والشعور بالرضا واحد يقول لي يا دكتور يعني الشعور بالرضا و ضبط النفس و اللي جاي زي اللي راح و ان انا ممكن اشوف برضو يعني بعض الناس بيحصلوا هزة يقول لك انا معايا باكالوريوس اعلام و وهم اتخرج مخرج بس ايه انا بشوف واحد رقاص او مطرب او لعيب كورة او بتاع بيخش مئات الالوف في اليوم بيخش الى عشرين تلاتين الف في الحفلة و انا يعني افنت عمري في المذاكرة و عمال اعلم اولاد اولاد اللي معلمهمش يا دكتور سؤال قوله لا الشعور بالرضا ليه بقى ان الشعور بالرضا المريح اللي جاي بالنسبة لي مش هفرح بيه واللي رايح مني مش هزعل عليه يقول لي ازاي الكلام ده مش النفس بتزعل على اللي فيه فوتها و اقول له لا ربنا سبحانه و تعالى في صورة الحديد ايه تلاتة وعشرين عشان اللي عايز يراجع بالنوراي ايه تلاتة وعشرين في صورة الحديد ربنا يقول ايه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم يعني اوعوا تأسوا على اللي فاتكم اللي رايح منوك و ما تزعلوش منه ما تحزنوش على الراح ولا تفرحوا بما اتاكم يعني ايه هنا يعني اللي جاي زي اللي رايح ايه هو الواحد يعيش بالرضى لو تساوى عنده الاخذ والعطاء واحد بيديك فلوس زي اللي بياخد منك لو الاتنين تساووا اعرف ان انت عشت اعلى مراحل الرضى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والاسوة والمثل وهو امامنا اللي نتابعه كان عنده الدنيا قال لا تساوي قال ان الدنيا تساوي عند الله الجناح بعوضة ولو النابي تساوي رايح بعوضة لما ساقى فيها من كافر شربت ماء لا بيعطي الكافر وبيعطي ليه ما بتساويش عند الله حاجة لذلك ما تشغلش بالك يعني انتوا عادش تقول ايه يعني دول ما بتعلموش وخدوا وانا تعلمتوا معايا ماجستير ومعايا دكتوراه وتعبان الرزق مش شغلتنا وفي السماء رزقكم وما توعدون اللي مكتوب لك مكتوب لك ممكن ربنا يديك فلوس كتيرة بس يبتريك بشيء ياخد منك هذه الفلوس مش بتاعتك لذلك نقول ايه الاية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم من الصبر عند المصيبة والشكر عند النعمة وما يجيدي مصيبة اصبر وما يجيدي نعمة اشكر يبقى اللي اتنين انا متصل بالله يا اما صابر لا شاكر مش حاجة من اتنين وجد العلماء ان التأمل بيحسن ده السلام الزهني يقول لك يا عم ما تشغلش بالك واحد يقول لك ده بيقولوا عليك كذا الله يسهل له الله يسامحهم سلام زهني مش احد يشغل باله بقى واحد يعيد فيك حتى قدام الناس تقول الله يسامحك الله يهديك الله يرضى عنك بعض الناس يظنوا اني ده ضعف منك لا هو ده سلام زهني الراجل يقول لك هشغل بالي واتعب نفسي علي مش بستهل الناس دي الالم عندهم يقل اللي عندهم تأمل واسترخاء وسلام زهني الناس اللي الالم عندهم يزيد اللي قاعد بقى بيأكل في نفسه يجيلك اه لا انا تعبان الوجع بيزيد طب انت عندك مشاكل في البيت طبعا انا في خناق مع امراتي كل يوم انا عيالي مطلعين عناي انا رجل ما بيسمعش كلامي انا قاعد بيدق على كل حاجة ده تلاقي الالم عنده ما بيروحش بيأخذ مسكنات ويأخذ ليه لان ما وصلش لمرحلة الاتزان النفسي قالوا تالت حاجة وهو العلاج السلوكي الادراكي يعني ايه السلوك الادراكي يعني يسموه كوجنيتف بيهيفيار ثيرابي كوجنيتف بيهيفيار ثيرابي ايه اللي علاج السلوكي الادراكي ده عبر عن جلسات يقعدوا المريض اللي عنده الام مزمنة ويقعدوا دول واجبات بقى ركز في كذا ويعمل كذا غير من سلوكك تجاه الموضوع الفلاني بكذا ده بيقوم بيه جدا وشطار قوي قوي الاحصائين النفسيين احصائين نفسيين مش دورهم بس نروح نودي له واحد مكتائب يقولك اخرجوا من الاكتئاب ازاي ولا احد عنده توطر او قلق او واحد مش عارف في تعامل مع ولاده او تقول لا 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 ده ممكن يساهموا معنا في العلاج لعلاج الالم يعني ممكن انا ابعت للدكتور نفسي او اخصائي نفسي اللي هو مش طبيبي يعني اخصائي النفسي المعالي هو عارف بقى برنامج يعمل له ايه يقول له في البيت عايزك تعمل واحد اتنين ثلاثة ده بيبقى لهم برامج كتيرة جدا وفيه كتب في العلاج السلوكي الادراكي اما بيشتغل على هذا الجانب النفسي وجد العلماء ان زي ما الالم مصدره ممكن يكون نفسي او عضوي برضو تأثيره عالجسم نفسي وعضوي يعني اللي عنده الالم تلاقي نفسيته متغيرة وتلاقي مشيته متغيرة لعنده مشكلة الالم فوجدوا ان عشان نقطع الدايرة الخبيثة دي لابد نحسن الجانب النفسي الشعوري عند المرضى بعض الناس جلوا عايزين وسائل اخرى طب هل ممكن لو عالجنا بالحجامة تأتي بنتيجة طيبة طبعا والحجامة لما نتوقف عليها في علاج الالم هي مش بس بتشيل الاخلاط ولا بتشيل المواد الضرة ولا لا الشرطة نفسها شرطة المحجم اللي احنا بنعملها دي وخصوصا ما بقاش فيه بينج ان بعض الناس دلوقتي وربنا ربي يهدينا وهديهم يعني اعرف ده كثرة حاليا وهم تلاقيهم سمعين وبيتفرجوا على برنامج اتقوا الله في مسألة الحجامة انه بيجي يعمل ايه عايز يكبر هو مش راضي بالكمية اللي هياخدهم في عمل الحجامة لا ده عايز الوف فيروح كده يقولك احنا بنعمل عملية الحجامة في مستشفى بندي المريض بنج خفيف قوي ويصحى يلاقي نفسه معمول له الحجامة بس تدفع بقى افاقة وتدفع كذا وبعض الناس اللي يقولك لأنا مش عايز قلم يرضى ونقوله اتقوا الله سواء للمريض او للدكتور الحجامة من رسول عليه الصلاة والسلام عملها بطريقة سهلة وبسيطة ونسرة ارى ان يعني الوقت البرنامج جري بسرعة النهاردة ولكن الى وعد الى لقاء نتكلم في حلقة اخرى عن وسائل اخرى تخفف من الالم وسائل غير تقليدية في ختم هذه الحلقة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي كل مريض وان يعفو عن كل مبتلة وفي الختام استعودعكم الله الذي لا طريع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته